كجماعة رفضة نرى أن هذه الانتخابات صورية لا أكثر هدف من عدد توسعة الاقتصاديات الأحزاب على المجالس المحافظات وهذا النقطة الأولى التي كنا نشيرها في عدد مواقف خاصة بجماعة رفضة أما بخصوص على ماذا استندنا هناك كان يوم أمس لنا مؤتمرا صحفيا شرحنا فيه مجمل الأداء السياسي لإتلاف إدارة الدولة وحكومة السيد السودانية إذا رافضين وترون أن الأداء سيء ما الخطوة لتغييرها؟ قبل أن نرى ما الخطوة العالم هم تريد تعرف لماذا نحن مع المقاطعة حاليا إذا لم يوجد قانون يحفظ للناخب صوتك هذا أول شيء نحن اليوم نشوفه مهم بخصوص عملية الانتخابات لنحن ندخل بعملية انتخابية أيضا عدم تفعيل قانون الأحزاب لغاية الآن هذا أيضا عدم تفعيل قانون الأحزاب لغاية الآن هذا أيضا يعتبر نقطة على الجمهور أيضا أن يعيقلها وأيضا القوة السياسية التي موجودة بيدها الحكم أيضا من المجمل الحديث الذي قد يكون أحد سيد عمار حكيم تكلم على بخصوص الموضوع التقاسم المكوناتي وهذا أيضا في مقدمة حضرتك تكلمت عنه تخلخل في النظام المكوناتي هذا أيضا ما دعت إلى المرجعية المرجعية العديا في النجف الأشرف أيضا دعت لهذا الأمر أنه يجب المحافظة على صوت الناخب يجب أن يكون هناك نظام انتخابي يحفظ للمواطن حقه هذا كله نحن نشوفه في وجه نظرنا أنه نحن سارين إلى عملية ديمقراطية صورية ليس إلا أكثر أما بخصوص قد بعض الأخوة يرون بأن هذه المقاطعة بأن هذه المقاطعة فد أنه نخل بالنظام أو نخل بالدولة أو نخل بالمكونات لا يستند إلى الواقع المقاطعة حق سياسي مشروع للجميع حق المشاركة والمقاطعة حقان دستوريان حقان دستوريان لكن أفهم الأسباب لا نرى هناك جدوى من هذه الانتخابات تكون فرصة للأحزاب القديمة أنه تبقى موجودة أي انتخابات نحن في 2021 ستمنا 2021 كانت بها كارثة كبرى وهذه يجب يعني 2021 اتجهوا العراقيين وأحنا أيضا هم في وقتها هم روجنا أنه يابا طلعوا الانتخابات هذه انتخابات مفصلية بس كانت أيضا هناك دعوات للمقاطعة كبيرة نعم لكن تحكينا أحنا كأبرز الموجودين في رفض كنا داعين لأنه هذه الانتخابات 2021 من دعينا خرجت الناس واخذت لباس لباس المستقلين واخذوا لباس الحركات الناشئة الجديدة على حساب دماء تشرين ووصلوا إلى مجلس النواب ووقفوا وشوفوا قدهم عائق كبير بأنهم ماكوا جدوى من التغيير من الداخل إذن المستقل لا ينفع أن يكون سياسي طبعا هذا من ضمن الأمر طيب ما يعاد حاليا وجوه كانت مستقلة بينت أو وجهها تابعة إلى قادة الأحزاب السلطة هي من تنزل فيها تحالفات كبيرة بغطاء مدني فبالتالي إحنا إذا ندعو تحالف الأساس تحالف الأساس أو غير تحالفات يعني بين معروفة اتجاهاتها وجدورها المنتابعة تحالف الأساس تحالف الأساس الآن اشتركوا في القناة